أعلنت الحكومة نشر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وذلك في أطول جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتكريس الاستدامة البيئية وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة لسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدعم انتاج الهيدروجين منخفض الكربون كما تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار